بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي عايز يعرف يعني ايه شبار جوابي اخدر واسعار وايه والفرق بينه وبين البلطي يقعد معنا الاخر الفيديو احنا في اخر الفيديو هنروح سوق السماء البصل النهاردة طبعا البصل المقاور مش موجود في السوق خلاص البصل المقاور كانت كمية انقذت الموقف بالنسبة للاسعار خلصت الكمية ونزل البصل الفتيل احسن انواع البصل الفتيل من السعيد وخاصة سهاج نهاردة البصل الفتيل من 11-12-13 بصل الاحمر الجديد 13-14-15 فيه لسه برضو كمية من البصل القديم موجودة في السوق واسعارها من 20-25 طبعا ده كلام يعني طمئن جدا ان احنا كنا في موسم صعب جدا موسم بصل وصلنا 25 وكننا خايفين يطلع اكتر من كده يمكن في القطة اوصل 30 لكن ما وصلش الخمسين اللي احنا كنا خايفين منها وده ليه لان المزارع احنا دايما بقول وانا براهن دايما على الفلاح المصري وزكاء الفلاح المصري المزارع زرع علينا كمية كبيرة من البصل المؤور انقذت معنا الموقف حدت الاسعار شوية والاسعار هيدية في السوق بعد كده نزل البصل الفتيل كمية المزوعة من البصل الفتيل يا جماعة كمية كبيرة جدا واحنا شايفين في كل الاسواق سواء في العبور او في اكتوبر او في الصف في الجيزة بنشوف يعني العربيات ما شاء الله يعني بتخش السوق وبتنزل بالرغم ان السوق الخارجي فاتح وشغل وده انا قلت لحضراتكم قبل كده الكمية مزروعة من البصل واول ما يبتدي السوق الخارجي هياخد من البصل الفتيل انما انا الفاتحة ما كنت بتكلم على البصل ما جبتش يعني سيرة البصل التحرير بصل اسكندرية بصل الصورة اتكلمت على البصل عموما التنطاوي والبصل الاطوالي بالنسبة للبصل الاحمر وبالنسبة للفتيل اتكلمت على انواعه واشكاله البصل المدور والبصل المبطط والدهبي او البصل الملون وما اتكلمتش على البصل الصورة طبعا بصل الصورة باحجامه الكبيرة من الانواع اللي هتنزل تقريبا يعني بعد شم النسيم هو البصل الاحمر الجديد هيكتر برضو بعد شم اللي قدامنا ده بصل احمر جديد احسن انواع البصل البصل الايطالي وان شاء الله لما ينزل الايطالي وينزل الصورة نجيبه لحضراتكو ونتكلم عليه بتفصيل اكتر التوم احنا الحمد لله رب العالمين حتى لو كنا زي ما احنا سامعين ويعني بيتقال في السوق والفلاحين بيقولونا ان الكمية المزروعة قليلة احنا الحمد لله رب العالمين يعني انتبهنا وخزرنا هو يا جماعة يعني اي اسرة في مصر لو منكونة حتى من سبع تامن افراد لو عشر افراد يعني هيحتاجوا قد ايه بصع توم يخزنوه في السنة 25 كيلو 30 كيلو يعني انا عايز اقول لحضرتكو احنا اسرة يعني انا عن نفسي اسرة الاقل من كده بكتير وكنا مخزنين كافة معانا اشترينا يمكن في اخر اسبوع ولا حاجة اه توم لما كانت توم بمية وبمية وعشرين في الاخر اسبوع او عشر ايام يعني قاعد معانا البصل ومخزناش يعني مخزنين عشرين والخمسة وعشرين كيلو السنة دي الناس ما شاء الله مخزنها يعني عشرة كيلو توم مفروم وعشرين خمسة وعشرين كيلو توم فباذن الله رب العالمين التوم مش هيوصل لمية وعشرين واكتر من كده في اخر السنة النهاردة التوم الليبيض ستاشر سبعتاشر تمنتاشر التوم اللحمر البلدي من تمنتاشر لعشرين وتوم الفراولة من واحد وعشرين لاربعة وعشرين بالنسبة للبطاطس هنتكلم برضو عليها مرة تانية لان احنا جنا للجزر النهاردة الجزر من خمسين لستين والفاصولة والبسيلة من تلاتاشر لخمستاشر القوس على فكرة النهاردة من اربعة لخمسة والطماطم عروتين موجودين في الارض او اسف في السوق العروة القديمة بتشطب من السوق وبقت يعني جودتها قليلة واسعار متتراوح من تمانين لمية وعشرة حسب العديات واوزان العديات والاوزان الكبيرة وصلة مية وعشرين مية وستين واحسن انواع الطماطم اللي في السوق دلوقتي من السعيد والعروة دي ممكن تقعد لغاية بعد العيد ده شيء طبيعي بالنسبة للطماطم ان هي يعني تبقى مرتفعة شوية بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة الليمون النهاردة بعشرين جنيه الخيار والفاصولية والفلفل والبتنجان الرومي والرومي والعروس والبتنجان عموما يعني البتنجان المخدد دايما الفلاح يقول الخيار النهاردة جماعة من اربعة لسبعة جنيه دايما الفلاح يقوله ان يعني اليوم بتلاتة في الدرجة الحرارة العالية الارض بترمي كتير وبالتالي المعروض كتير والاسعار نزلة وكمان احنا يعني خلصنا حاجتنا بالنسبة لرمضان ودخلة العيد هتبقى دخلة قليلة شوية وبعد كده بعد العيد ممكن الاسعار تلاقيها يعني ردة العيد او ردة السوق بعد كده تنتظم الاسعار ونشوف درجة الحرارة هتعمل معانا ايه النهاردة الخيار باربعة سبعة الفاصولية والبسيلة من تلاتاشر لخمستاشر والفلفل الشطة تسعة تمانية سبعة جنيه والبتنجان البيض من سبعة لتمانية والعروس من اربعة لخمسة والمخدد بعشرة جنيه والبتنجان الرومي من تلاتة لاربعة وبتنجان اسمالية الجديد بالنسبة لبتنجان الرومي خمسة سبعة لتمانية بعد شوية هنروح لسوق السمك احنا زي ما انا قلتلكو هو كده فعلا احنا في سوق السمك وده السمك الشبار الجوابي الجوابي اللي اخضر ده ده شاوي بس ده الكيلو منه بيميت جنيه يعني بصوا البولت الاحجام الكبيرة اللي جبناها قبل كده بسبعين وبتمانين وبتسعين الواحدة تعمل خمستاشر واحدة من دول لكن ده طبعا اكل وده اكل وده طعم وده طعم وزي ما بنقول في الفكهة والفضار كل محصول وله سعره برضه السمك كل نوع وله سعره البياض اه الاحجام الصغيرة والبياض بقاتب منه الكيلو بمية كيلو ونص تقريبا بيميت جنيه يعني الكيلو بسبعين تمانين جنيه من البياض اللي قدامنا ده طبعا ده اصغر انواع البياض وده العجام واللي مش بيلاقي زرقان الكيلو بمية وخمسين بياخد العجام وده الموع الصغير من العجام بيبقى لونه فاتح غير البركودة اللي بيبقى اكبر من كده واحجام كبيرة طبعا ده بيفرق كتير برضه عن الزرقان والخرمان باحجامه الكبيرة العلقة اللي فاتح جبتلكم كمية من الخرمان كانت متقطعة ومتتشوي على الجريل زي ما وعدتوكم هعمل لكم حلقة من السوق هنجيب النوع وهنجيب طريقة تحضيره وطريقة طبقه ونقدمها لبناتنا العرائس الجداد اللي ممكن يتعلمه من خلال سوق العبور اليوم يعني حاجة تفيدهم بالنسبة للبيت والموضع السمك الحفارة اللي دايما بكلمكم عليه ده الحفارة سمك دسمة بتبقى بالحجم ده لكن بتبقى غالية زيها مثلا زي السهلية والبربوني مش بالنسبة للطعم البربوني اللي هو سلطان ابراهيم في اسكندرية او ده جماعة الصرع دايما بقول لكم ان فيه فرق كبير بين الصرع والمرجان المرجان ابو اترب حاجة وده حاجة اللي ما يلاقيش يعني كميات من السمك صغيرة السمك الصدف والهامور واللوت والقروس الكبير ممكن يلاقي بعض التوقار بيقطعوا كميات زي كده ده الشعور والشعور الحر اللونه أصفر وده نوع من أنواع الشعور اللي هو الشاركس الشخرم السويسي هجبه لكم بعد شوية عشان الناس بتسألني عليه الشخرم السويسي هوا عرفه شكله ابتدى يظهر شوية في القاهرة او ابتدى يعني ينزل القاهرة والناس تعرفوا ده الديريني والديريني نوع من اسماك الشعور تقريبا حلقة النهاردة آآ آآ خلصت ويعني انا بتمنى طبعا من آآ آآ قادي الشخرم يا جماعة آآ شخرم ده معروف في السويس والزعفرانة وآآ راس غارب والآآ باتمنى من المشاهدين آآ القدام طبعا جبتلكوا السمكة دي قبل كده بصوا قد ايه سبحان الله سمكة شبه العصفورة آآ الشخرم من خمسة وعشرين لخمسين حسب اللحبة اتمنى من المشاهدين آآ القدام يفضلوا على دعمهم الكامل لسوق العبور آآ اليوم بشكرهم آآ يعني بالاسم المتابع متابع وإن بيشوفنا لأول مرة احنا بنتكلم على الفاكهة والخضار والسمك بيشرفنا اشتراكه في القناة طبعا آآ حضراتكو احنا مستمرين آآ معاكو ان شاء الله لغاية آآ العيد وآآ كل سنة وحضراتكو طيبين آآ تقريبا الحلقة خلصت شكرا والسلام عليكم